اشتركوا في القناة 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 وممكن يجيب جون او يعمل جون يعني. جزء الدفاع في المباراة ده بقى منتخب مصر ستة اهداف خلال التلات مباراة اللي فاتت. سبعة مباراة. كلام كثير. لأ نكلم مصر التلات مباراة اللي فاتت. صح. تلات مباراة اللي فاتت. كلها بأخطاء. أخطاء دفاعية. عدم تماركوس جايد بين محمد عب منام وحجازي. شايف النهاردة همه احسن ولا بشكل عامل فريق. بص اصداد. نص ماله ماله زور مشاكل. من اول المبتدى للبطولة نقط ضعفه الدفاعية. طبعا. مع ان كان بيحصل عكس. كان دايما المنتخب مصر قوته دفاعيا. طبعا. يعني موصلنا مرتين كاس الامم. نهاري كاس الامم. مخدنا ما كانت حسن شحاتها. تلات بطولات. كان دفاعيا عندنا اللعبة كلها كانت لعبة مميزة جدا. كان ويا الجمعة. كان ساعتها حجازي نفسه. وعملنا عمل البطولة اللي فاتت. كان عاملين اداء ولا اروع. علي جابر البطولة اللي قابلها مع مع الفين وتسعتاشر مع برضو حجازة كان عاملين بطولة ولا اروع. الدفاعيا في المنتخب مصر. طول ما الدفاع كويس. طول ما المنتخب مصر كويس. البطولة دي. لا الدفاع مش احسن حالة. مش احسن حاجة. اللعبة يعبين اللي هي مش كزا. تب دي راجع لي. راجع اللي مسلا مش حافظين بعض مسلا عبد المينة المعجازي. ولا في سبب تاني. ولا مسلا التغييرات كل شوية في الاطراف. يعني الماتشط يلعب مسلا. الماتشي تاني يلعب هم اكتمالي. ونفس الوقت الماتشي اللي فات. فاتوح يلعب. وكده روحوا بطلعه. بس. انا وجهت نظري. ال احجازي مش مش فت ما في المينة. وجهت نظري. حجازي راجع من الاصابة مش احسن حاجة. حتى ما فت حاجة ده. طبعا عيب كبير ولا عيب خبرة. او بالتأكيد. دولي. لا احجازي مش حالقة بالان. تلات ماتشط اللي فاتو. لا حجازي مش احسن حاجة. اخب بالك. حالته طبعا. مش مستوى طبعا. وفتوح برضو. مش بدنيا مش احسن حاجة. لا فتوح هو واضح عشان هو. باين او. باين او. باين او. باين او. دخل. لو اللعيب واحد بس في المنظومة مش ميت. فت في المية. هيبوز المنظومة كلها. طبعا. طبعا. لو في حاجة كلام برضو ازو عمر. طبعا. في الماتشط زي دي. اللي هي بدور 16 او 8. الغالطة. الغالطة فورة. او المنتخبين بتاعها بعد تفاصيل زغيرة. يعني لو حاجازي انا قضى مش فايق. او غالطة زي اللي حصل شرطة اولين ومعارفينش جيب جونة طلعنة. فاللعب كل لازم حتى دفاعية تبقى مركزة مية في المية. انا شاف اللحجازي البطولة دي مش فاحسن حاجة. طبعا. عشان لسه راجع من اصابة. ما نعيبش مش عطة قبل كده. قبل ما يجي ببطولة اي غريب مطين. دي تاخد له حاجة غريبة. يعني هو مش احسن حاجة. واخد احمد الشرناوي هو مصاب. ومعظم مرشاق. وحارس كبير. وحارس صبح برضو. ماشي محمد صبح برضو. ماشي محمد صبح ممكن نقول له هو وفقا اللي كلامه اللي قال له. ان هو بيجهز وحارس واعد لمستقبلا. انا كنت شايف اللي ياسم كان لازم يبدأ البطولة دي هو. ده اقول الحاجة هو انا طلاط. ولعبة فاية. صحيح. ما جاية اه بدانية مية في المية وزهنية مية في المية. بس هو واضح ان هو مش مقتنع بياسر. انا انا رايي. انا برضو راجل برضو المدربين بيحب ويكره بالتأكيد. طبعا. مش مقتنع بيه بدليل ان هو ما كانتش واقده اصلا حتى في القايمة السبعة والشهيد العيد ما كانتش واقده. خد من ثلاثة من بيرمد. اه. خد ثلاثة من الساكين من بيرمد. طيب بيرمد. وبيلعبوش. برضو غريب ما بيلعبوش. بيرمد اكوى بيرمد اكد كلام ان هو ممكن ومش مقتنع بيه على المستشرة. ممكن. بس برضو فيه حاجة اسمها وجهات نظر. هو لو مقتنع بيه. لازم نحترين مدير فني طبعا. اه. بتاكيد. طبعا هو مدير فني كبير. خد بالك. غض النظر عن اختياراته. مدير فني كبير. ولازم ان نبقى سابورت ليه في منتخب مصر الوقت لما نشوف النتاج بتاعته وكل حاجة. بس انا وجهة نظر انا. اللي حجازي مش فت ما في المية. طب طب هو قزمة حجازي بس. ولا هو انت شايف ان تنسى مصر كله. او الجزء الدفاعي في مصر. لا انا شايف. ايه بقى في خطورة منه ولا هو لازم يعالجه. لا انا شايف المنتخب. بكلمة عن مصر. على المصر ده. لا هو مشكلة حجازة النهاردة وحمد فتوح. اللي اتنين مش فايين. يتطور كتير جدا. ممكن يغير. انا شايف يعني عشر ده لو الدنيا ما زبطتش مع فتوح لازم محمد حمدي ينزل. محمد حمدي دفاعيين اقوى. محمد حمدي يبيع الكروسات اه 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 اعلى. اه فتوح باين اول هو بدنية مش مش فايين اول هو دفاعي. باين او كام كرة لسبرينت فتوح بالولد بيقابل فتوح بيس بق فتوح. حجازة برضو باين اول هو مش فت حتى في الجباط باين هو مش فت باين حتى هو على الارض مش فت. زينيا حتى هو مفت بلدنية. فباين الاتنين دول باين اول حتى من اول مطولة انه هم مش مية في المية. وبرضو مستفتورة مصمم عليهم. انا شايف اللي هو حمد حمدي ياخد وياسى ابراهيم اياخد مكان حجازة انا شايف الشكل المنتخب اتغير تماما يا ا في واقع سنرى الشكل شوت تاني يا بيز ازاي. انا متوقع اول عشر ايه. هو شروط افل افل بروح همسية هدف وتعادل المتخمص. اه. اللي احنا نطلع. نجيب جون. نطلع واحد صفر يعني. طب بالت اكيد. انا شايف اللي هو هيبتدي اول عشر ده وخمس ده. نفس التشكيل. نفس الحماس. نفس البرد. صح كمان. لو لسه نتيجة واحد واحد لا هيطلع عزيزه هينزل اه مرموش. مرموش. وانا شايف برضو حسب ناحية الشمال. لو فتوح. مع الوقت. يوم في الميام شهدر كامل سعين دي ايام. نازل طلع فتوح ونازل محمد حمدي. تمام. اجابي اجابي دفاعيا وهجوميا. وبيزيد هجوميا وبيعمل كروسات. هو ممكن بيعتبر ان فتوحه هجوميا اكتر من وجه نظره. ما هو فتوح ما عملهاش. اه. ما عملهاش شدر. ما عملهاش. اه. وهم اضبطين عليه. وهم اضبطين عليه. ودفاعيا باين اول الفتوح في صغراء. تمام. يعني باين اول بدليل الماتش اللي فاتت غير فتوح. النهاردة برضو فتوح شد اولاني مش احسن حاجة. تمام. كروساته كان ضعيف النهاردة. تمام. برضو من ورا فتوح برضو كان باين اول اللي كان فيه صغرات. فأتمنى ان شاء الله فتوح الشهد التاني يبقى الاول خمسشيار دي او اول عشرين دي او فايق. تمام. اه يعني هو على رجليه فايق وامركز لو مش فايق لازم محمد حمدي ياخد مكانه يعني. طب بالنسبة للمحمد هاني ده 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 من تغيير بيسر جدل مش عارف ودائما. شايف اللي هو مش كويس. اه مش واخد عينيك اه مش عامل كورسات بس هو دفاعيا يواف كويس جدا. حافز مركزه كويس جدا. حافز مركزه كويس جدا. حافز مركزه دفاعيا وهجوميا بيميل مع عبد منعم او حجازي. ما عندهوش غلطات اه كتيرة بيلعب عادي. انا شايف لو هو باكرايت اه مميز جدا وهو الوحيد الاصلح دلوقتي حاليا يلعب باكرايت. يعني انت اه وجه النظر كده اول عشر ده مش هيعمل بحاجة. بس بعد كده ممكن يعمل تغييره بداية. بداية المصر هي برموش. مش هيعمل ثلاثة او اربع. هيعمل اتنين. اه محمد اه حمدي مكان فاتوح. فاتوح. وحسب مجارة المصر. نتيجة. ممكن يطلع اه حد من نص الملعب وينزل كهرابا. ممكن يطلع حد من نص الملعب بانني مثلا وينزل او حمد فتحي وينزل كوكا. كهرابا برضو بنتكلم. كهرابا لعيب مميز جدا في الدول المصري. طبعا. في البطولة الدقائي اللي شارك فيها برضو. او منسة ملعبش. منسة ملعبش. او المطش يفات لعب حوالي سبع تمن دقائي. اذا كمعتقدة اخد وقت اكتر. يعني انا شايف الكهرابا اذا مظروف مش ساعد. voila. حسب مجرات المطش. اه اه او حسب مجرات ايه فرد احنا لازم اقدر ادخل فينا جول فلازم لاحب بان اكتر. فهيطلع حد من نص الملعب ممكن ان طلع حمد فتحي وينزل كهرابا. حمد فتحي او ممكن او وينزل كهرابا. يا حسب مجرات المطش ويني في يطلع مروان ويلعب بربعة باع اثنين. ما فيش مشكلة خالص حسب مجرات حسب الولد هيديني ايه شوط التاني يعني هيديني كمان عشرة شوط التانية انت شافه طريقة اللعبة القوية جدا واللعب العنيف من المنتخب كونو ده هيأثر على بعض اللعب هتحسين هو بيخافه يعني حتى تلاقي قبل دهيت الشوط بثواني يعني بعد اللعبة ما انتهت اللعب بيدوس بريبل وقوة على مصورة ده لعب انت افريقيا انا واجي خوف اللعب بخوف اللعب انت خمص بس او ده طبيعي انت راجل لراجل العب انا لعبت خبرة لعب لعبت اللعبة كتيرة فهو بقى زاكي الحاجات اللي انا خش فيها كوية ملبسنيش يعني ملبسنيش يعني ملبسني اصابة العب عالكورة امركز مياه في المياه انت طول ما امركز خلاص انا تمام ده طبيعي هو عايز شكيتنا عايز تطلع علي برا الماتش انا شاعة اطلع برا الماتش انا ان شاء الله متوقع الشوط التاني لو بدعنا بناس شوط اولاني ان شاء الله ممكن انتخل مصر جد هدف تاني ان شاء الله ونكسب ان شاء الله اتنين واحد بازن الله بازن الله بازن الله في ايدي متابعة اليوم السابع كنا في تخطيط الشوط الاول لوراة مصر والكونغو انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي واحد واحد احضر اللي هدف تخطيط الكونغو وتعادل محمد وصفى محمد لمصر من ركل الجزاء معنا طبعا كابتن عمر الحلواني خليكم كاملين معاكم في وقتل اليوم السابع